اشتركوا في القناة عزيزي المشاهدين كيف شاهدوا معنا اليوم كنرجع للمرة التانية عند مسيو كلود مسيو كلود جرينا معه واحد الحوار اللي كان مطول شيئا ما على الحالة اللي كيعيشها دابا والظلم اللي كيعيشه مع الجار دياله مسيو كلود اللي جا كيعيش في المغرب ما يفوق عشرين عام دابا 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 ربع سنين كيتعرض لواحد الحالة ديال الظلم انا كنقول الظلم لانه كان حكم ديال المحكامة حكم ديال المحكامة هو اللي تعطينا هو ان المحكامة قرات ان هاد حق المرور ممكن يتغير ولكن يكون عنده بديل ولكن الاغرب من ذلك هو قاضي التنفيذ قاضي التنفيذ اللي قرر ينفذ الحكم دون ايجاد ممر اخر هاد حق المرور هاد شي اللي خلا قلودوا العائلة دياله تيعيشوا الأمرين وكيف شفتوا معانا فالسيارة تصد عليها هنا لداخل في وسط الفيلا ما بقاش عنده احتمنين تخرج وهو مبراسهم تخرجون من عند الجيران ما بقاش تخرجون من الباب الرئيسي ديالهم السيد قاضي التنفيذ اللي كان وضعه علامة السفهم هنا امر بالتنفيذ ديال الحكم شق من الحكم والشق التاني ما تنفجش اللي هو ايجاد ممرتاني لهاد الناس هاد الناس ما عندهمش ممرتاني اليوم رجعنا عند مسيو كلود مسيو كلود من باعد اللقاء ديالنا الاول معاك وشكينشي جديد écoutez les nouvelles elles sont très très mauvais rien ne bouge tout le monde comprend mon problème mais rien n'est fait pour le résoudre il faut comprendre une chose monsieur le tribunal le tribunal a aidé mon voisin à me fermer l'accès à ma maison sauf à devoir utiliser un hélicoptère mon voisin mon voisin semble avoir la main longue sur le tribunal car toutes les procédures que je fais sont au point comme si je verse de l'eau sur du sable notre situation ressemble un film d'horreur et cela se passe aujourd'hui au Maroc en 2022 le tribunal il dit qu'il sable qu'il dit qu'il sable un déjeuner pour le tribunal كيف ما بغى. اه الامر ديال ديالهم تقول ان كأنك تخويل ما في الرملاء. ما كانش اللي بغي يسمع عليه. ما كانش اللي 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 يحله المشكيل. والامر من ذلك كيقول اننا في مغرب الفين واتنين وعشرين. من في اعجل ما كيقول انك موجه المشكيل ديالك؟ من عوقة جميع جديد من عمر وهناك موجه ما لديه ورائع. يبدو أنه يكون بحقًا مفيدة للحق وعن ذلك يقولوني وعن ذلكم يقولوني منذ يقولونيه منذ يقولونيه منذ يقولونيه يحبطونيه أبداً منذ العباس وفقه 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 أمام أحباً أمام أكثر الكثير من الأشياء. لكن لا أستطيع أن أعلم الأشياء التي تنسى هذا الشيء الذي يجب أن يكون لدينا أشياء اليوم، ما فم وما لدينا أجل من أجل ثلاثة أولا أولا أجل أن أجل أن أجل أجل أن أجل أن أجل أجل أن أجل أجل أن أجل لأجل لن أتضغط على المقابل لأنه لا أقل من المدينة لا يقل من المقابل ولكن لا يمكنني من قبل أن أخبرت أعطي من العرب وحتى أعطي من العرب أعطي مرمي 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 السيد سيقرر لنا بعد أن لا يوجد على المساعدة سوف يتجع سوف يساعد الأمر كيف سوف يساعد الأمر وهو أنه سوف يرفع دعوة ضد الدولة المغربية لأنها هي اللي يخصد من اللي يحقق وهي اللي يخصد جيب اللي يحقق La deuxième action une autre action contre l'État marocain mais que je vais porter devant la cour européenne de justice وهذا المرة يقول أنه سوف يرفع دعوة ضد الدولة المغربية ولكن لا يوجد هنا لأنه كمواطن رزيدون هنا في المغرب له الحق أنه سوف يحقق في المحاكم المغربية من اللي مخدهاش سوف يتاج للمحكمة الأوروبية Et la troisième action mais c'est d'aller encore plus haut et de porter mon dossier devant les instances الانترنشنال des droits de l'homme Et puis il y a une autre action que je veux mener ma femme et moi avons décidé de quitter définitivement le Maroc 4600 plus en sécurité car il suffit de tomber sur un adversaire qui a le bras long qui a un grand parapluie ou un bon parapluie comme c'est le cas de notre voisin et vous allez tout perdre sans que personne ne puisse vous apporter secours sur le point le Maroc c'est le Maroc qui à l'évoire l'évoire que le Maroc qui a dit que ces حقوق يمشي في حاله لهو للزوجة دياله لانه ميمكنش انه يعيش مع مع جار اللي عنده ايده طويلة عنده ناس اللي كتكوفر عليه عنده ناس اللي هي اللي حامياه وهاد شي كي ضر في القلب في صراحة من اللي نسمعو مواطن اه اجنابي ريزدان في المغرب اه كي قول هاد شي كي ضر نحن كمغاربة اه مون تخوزين كستو مسيو كلود يوم بفيني سات رنكوتر اه سكو شفو انك متشائم اصبحت متشائما من المشكل عندكم انه تعيش الآن يعني اخوزين من المغرب Sansان la période du Covid et pendant mon absence. Le demandeur de l'exécution, c'est-à-dire mon voisin, devait, selon les termes du jugement, et je pèse mes mots, me trouver un autre passage équivalent. Mais il vient, il bloque l'accès, et il part sans être inquiété. Le Wally, à la suite de ça, a décidé une commission d'enquête qui a fait un rapport qui dit clairement qu'il y a impossibilité matérielle à exécuter le jugement sur le terrain. Mais rien n'y fait, les caprices du voisin sont appliquées à la lettre au détriment de la loi, mais aussi du bon sens. Alors vous comprenez, il faut partir du Maroc, je vous le dis clairement. C'est un beau pays, mais la sécurité juridique lui fait défaut. Et la sécurité est la base de toute vie sereine et paisible. C'est vrai. Je précise seulement qu'avant de partir, je vais aller déposer plainte auprès des plus hautes instances de ce pays parce que le Maroc peut nous surprendre encore. J'espère. Re-mache, c'est vrai que je me dis que je crois pour que je comprends ce qui s'a覧 le temps. Ce pour ça, c'est le fait qu'elle dit, c'est un soutien qui a voulu le pays. Il y a voulu, c'est un soutien qui a voulu. C'est un soutien qui a voulu. C'est un soutien. C'est un soutien qui me m'a dit. تحقق وتابتق وكتحكم الوحدة اخر بشي يسد عليا كيفاش دالوا لها كتبقى علامة استفهام اليوم احنا كنوضع علامة استفهام كبرى على هاد المشكيل هادا وكذلك كيقول انا انا غير نمشي في حالي وغادي نرفع دعوه وعليش على الظلم اللي تعرضت له فمسيو كلود كيف قلت لكم في الاول اخدى واحد تيران وعنده حق المرور في تيران اخر اللي هاد حق المرور مسجل في المحافظة العقارية هاد حق المرور دياله من اللي كيكون مسجل في محافظة العقارية فما تنشي مخلوق اللي غي قدر يحيدو ليه وتحيد ليه وكانت واحد اللجنة من طرف الوالي ديال المراكش اللي خرجات بواحد الملخص انه مستحيلي تسد هاد الباب اللي كيدخل مسيو كلود لداره ومستحيلي يدار شي ممر اخر لمسيو كلود لانه ما كانش منين كيف قلت لكم في الحلقة اللي قبل لكنا فصلنا في هاد ديطاي ديال الديطاي فكين املاك مخزانية كين املاك تابع القصر الملكية املاك ديال الناس اللي ما يمكنش تجي وتاخدهم صحة حتى هاد الناس ما غيقبلوش انك تجي وتاخد لهم الاملاك ديالهم ولا تدير لهم شان طيفة كما كان بغي ديرها تجار واللي بغي شوف الديطاي ديال الديطاي ديال ديال المشكل ديال مسيو كلود فهو في الحلقة اللي كنا سجلنا معها قبل وغتلقوا الرابط ديالها تحت من هاد الفيديو اعزائي المشاهدين اه مشاكل في حال هادي في مدينة سياحية كمراكش اللي اه المغريب كيراهن عليها بشكل الكبير على الاستثمارات ديالاجانب على اه جلب اه السياح لهاد المدينة اللي بدورها كتجلب سياح مشي غير المراكش كتجلب سياح حتى المغريب كامل فاغلب السياح اللي كيجوا للمراكش كيديروا زيارة لبعض الموضن المغريبية فهنا كنضربوا استثمار كنضربوا سياحة وكذلك كنشكو المستثمرين في القضاء ديالنا القضاء ديالنا اللي معمرو كان ظالم الشي حد وكذلك حتى مسيوكلود القضاء ما دلموش فالحكم كان واضح ان هاد الطريق او هاد الممر يتسد الى توفر المسيوكلود ممر اخر ولكن ما القريصة تسد دون ايجاد ممر اخر وكيف كيقول هو قبيلة واش ندير هليكوبتير باش نبقى ننزل الدار ديالي فهاد شي محزن هاد شي كيضرر في القلب كنتمنى من الله عز وجل كنتمنى من قاع السلطات من المختصين انهم يوجدوا حل لمسيوكلود في اقرب الاجال مشيل انه غيمشي في حاله ولكن باش نرجع تيقى ديال المواطن الاجنابي هنا في المغريب وفي القضاء المغريبي كان معكم في التعليق الحرابع بالكبير الى اللقاء